مرحبا أصدقائي أهلا وسلمكم أعزائي في قناة لتعلم الإنجليزية معا إذن اليوم إن شاء الله فيديو لسنة ثالثة ابتدائي وخاص بالامتحان وهو مهم جدا فيديو مهم جدا للأمهات تحضيرا للامتحان لبقية تلميذ الذين لم يجتازوا الامتحان بعد إذن قبل أن أبدأ في شرح الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك والنقرع على الجرس ليصلكم كل جديد لنبدأ let's start إذن اليوم كما قلت فيديو مهم جدا لماذا؟ لأني سأضع أهم الوضعيات التي يمكن أن تطرح في الامتحان ماذا نعني بالوضعية؟ الوضعية الإدماجية عزائي هي الفقرة التي نخرج بها في آخر كل سيكونس كل مقطع إذن في الثالثة ابتدائي كان أهم درس أو أهم مقطع هو my home منزلي إذن ما هي الوضعيات المقترحة في هذا المجال أو في هذا المقطع؟ إذن أول وضعية إدماجية مقترحة والتي رأيت أنه من المحتمل أن تكون موجودة بنسبة كبيرة إذن تاسك تطبيق إذن سأملأ الفراغات بالكلمات التي لدي إذن لدي house معناها منزل three ثلاثة dining room معناها غرفة الطعام kitchen المطبخ the garden وهي الحديقة opposite معناها عكس إذن ماذا طلب مننا في السؤال؟ أن نشكل فقرة مفيدة إذن علينا أن نرتب الكلمات حسبة معنى الفقرة إذن in my house عندما نجد in معناها في my house إذن in my house في منزل نقول إذن هذه هي الإجابة in my house there are bedrooms إذن هل نقول there are معناها هناك ولكن لدينا bedrooms إذن مدام لدينا غرف نوم أي هناك عدد موجود هنا هل لدينا هنا عدد؟ نعم لدينا three إذن there are three bedrooms هناك ثلاث غرف نوم إذن three نكتبها كما هي living room هنا وضعت الفاصلة ثم فاصلة هنا لماذا؟ لأني سأصف مجموعة من الأجزاء في اللغة العربية دائما كنا نقول أنه في اللغة العربية عندما يكون لديك مجموعة من الأشياء المتتابعة لا تضع و و و ولكن تضع فاصلة حتى تصل إلى آخر كلمتين ستربطها ب و في الإنجليزية نفس الشيء عندما نقول there are three bedrooms هناك ثلاث غرف نوم ثم أقول living room غرفة معيشة ثم ماذا؟ لدينا dining room kitchen إذن سنكتبها هنا الترتيب كما تريدون dining room ثم kitchen kitchen ثم bathroom and the garden the garden إذن هناك في منزلي هناك ثلاث غرف نوم غرفة معيشة غرفة الطعام المطبخ الحمام and the garden في آخر الوصف ربط الحمام بالحديقة ثم ماذا؟ my bedroom الآن أصف غرفتي أين تقع my bedroom is the garden بقيت لنا هنا تخلصنا من house ثم three dining room kitchen the garden بقيت opposite إذن تصبح my bedroom غرفتي is opposite the garden هي بمقابل أو بمعاكس الحديقة هذه بالنسبة للوضعية الإدماجية المقترحة الأولى والتي هي ملء فراغات بسيطة جدا فقط على التنميذ أن يراجعوها كثيرا ويحفظوا بعض الكلمات وخاصة كما قلت أجزاء البيت مهمة جدا لأن نذهب إلى الفقرة الثانية الآن وضعية الثانية task التطبيق الثاني write a paragraph about your house or flat parts إذن أتحدث أو أكتب فقرة حول أجزاء بيتك أو أجزاء شقة إذن وطلب مننا هنا hi أو يمكننا كتابة hello ومعنى هما كلاهما مرحبا إذن my name is طلب مننا أن نكتب مرحبا وهي التحية ثم أن نكتب الإسم إذن ستعرف بنفسك ثم تكتب الفقرة إذن هذه الفقرة أيضا احتمال لا نقول ربما 50% أن يكون موجود في الامتحان لأننا في سنة ثالثة ابتداء الطفل ما زال صغير على استيعاب كتابة فقرة باللغة الإنجليزية ولكن لا بأس أن نضعها كاحتياط فقط إذن paragraph about my house إذن فقرة حول منزلي قلنا أنه طلب مننا كتابة hi my name is أميما مرحبا أنا اسمي أميما I live in a flat in مسيلة إذن أنا أعيش في شقة في مدينة أو في ولاية المسيلة in my flat في شقة أو في شقة there are two bedrooms هناك غرفة نوم living room غرفة معيشة kitchen مطبخ and bathroom وحمام my bedroom is next to the living room غرفة نومي هي بجانب ماذا the living room غرفة المعيشة إذن هذه هي الفقرة الأولى حول ماذا حول flat هنا الشقة أنا الآن أكتب حول الشقة وأيضا هذا أيضا بالنسبة لفتاة هنا الوصف في اللغة الإنجليزية لا يختلف عن الفتاة أو الذكر ولكن إذا كان شخص أنا أنا الذي أصف لا يتغير شيء سواء كنت فتاة أو فتاة ولكن إذا كان إذا كنت تتحدث عن شخص ما وهذا الشخص احتمال أن يكون ذكر وإحتمال أن يكون أنثى يختلف الموضوع لأنه لدينا هو وهي وتختلفان في اللغة الإنجليزية he and she ولكن نبقى فقط في موضوعنا وهو أننا نتحدث عن منزلي أو عن شقة الآن بالنسبة للمنزل كيف أصف منزلي إذن غيرت وقلت هنا hello وكلهما معناهما صحيح hello or hi مرحبا my name is Mark اسمي هو Mark I live in house أنا أعيش في منزل in Paris في باريس أي في فرنسا in my house في منزلي there are five bedrooms هناك خمس غرف نوم لا ننسى الآس الآس تدل على الجمع عندما تنتقلون إن شاء الله في المتوسط تتعلمون كيفية إضافة الآس الجمع لها قواعد في لغة الإنجليزية living room غرفة المعيشة dining room غرفة الطعام kitchen وهو المطبخ and two bathrooms وحمامان my bedroom is opposite the garden إذن غرفتي هي المعاكسة للحديقة إذن هذه هي الفقرة or paragraph حول منزلي وشقتي كما قلت أعزائي هذا وضعت احتمال كيفية أن تكون الوضعية الإدماجية أو كما نقول التمرين الأخير دائما يكون فيه وضعية كما قلنا ملء فراغات وقد يكون كتابة فقرة صغيرة ولأنها كانت موجودة في الكتاب المدرسي احتمال أن تكون أيضا في الامتحان إن شاء الله الفيديو يكون مفيد لكم أيها الأمهات وأن يساعد أطفالكم في التحذير لامتحان الثالثة ابتدائي في اللغة الإنجليزية إذا كان هناك أي استفسار أو أي مقترحات فقط اتركوا لي في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي باللايك والنقر على الجرس هذا مهم جدا ليصلكم كل جديد إلى اللقاء good bye